فإذن الإله في المسيحية هو إله طبعاً بيختلف عن كل الآلهة فالكتاب المقدس من بداية سفر التكوين بيقدم الله الثالوث القدوس برشيد برا إلهيم إت هشمايم ذئت هارث في البدء خلق الله إلهيم بصيغة الجمع ولكن خلق برا بصيغة المفرد فبتشوف من أول كلمة في الكتاب المقدس بيعطينا إشارة للثالوث القدوس هذا الثالوث أحبائي ليس إله أجرد فنحن نؤمن لا إله إلا الله الواحد لا إله إلا الله الواحد أي اسم نبي أو أي شخصية بتحطها بجنب الله يعتبر كفر يعتبر تجديف يعتبر آلهة أخرى أنت عم تعبدها الكتاب المقدس واضح جدا قال يسوع وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته العمل الذي أعطيتني إياه قد أكملته قد أكملته أنه المسيح له وجود مع الآب من الأزل ألاحظ آية خمسة والآن أيها الآب مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم وقال أيضا في يحنى 8 قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فإذن المسيح هو الذي قال عن نفسه أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الكائن والذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء هذه الآيات تثبت أن يسوع هو يهوى فلاحظ بالكلام في أحباء مسلمين دايما على الفيسبوك آها هو مرسل هو رسول عند الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته طب ليش ما بتقرأ كل الآيات اللي بإنجيل يحنى 26 مرة إنه جاء مرسل من السماء من السماء يعني غير مخلوق ولد من عذراء ليه ما بتقرأه هذه الآيات على كل حال فالكتاب المقدس واضح يعلم أن الله ثالوث قدوس له وجود ذاتي وله عقل وله أيضا روح وهذا ما نؤمن به الله الآب والإبن والروح القدس الله الآب له وجود ذاتي الله الإبن هو العقل الإلهي لوغوس الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كامل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حدن الآب هو خبر والروح القدس هو روح الله القدوس فإذن الله واحد كيان واحد جوهر واحد في ثلاث أقنين فنحن نؤمن بالوحدانية الجامعة وليست الوحدانية المجردة لأنه لو آمننا بالوحدانية المجردة فكيف يتعامل الله بالكوميونيكيشن بالتواصل وهل الله ابتدى يتواصل مع آدم أو مع يعني الخليقة في فترة زمنية معينة وإن قلنا أن الله محبى من كان يحب الله قبل الأزل هذه المحبة الإلهية والمعادلة الإلهية هو الله الثالوث فالآب اختارنا فيه قبل تأسيس العالم طبعا للخلاص والابن أنجز هذا الفداء مكتوب الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا والروح القدس هو روح الله اللي ختم على هذا الفداء فإذن نرى الثالوث في الخلق ونرى الثالوث أيضا في الفداء الكامل هذا الفداء فإذن المسيحية تقدم الله تلوث اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر